اشهد سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني وزير الخارجية بالنتائج الإيجابية المحققة في ضوء اتفاقية التكمل الأمن والازدهار الشامل الموقعة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية قبل عام واحد وما تشهده من تقدم ونماء في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وفخامة الرئيس الأمريكي جو بايدن وثمن سعادة وزير الخارجية المكتسبات الاستراتيجية للاتفاقية منذ توقيعها من سموة للعاد رئيس مجلس الوزراء ومعالي سيد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن وأثرها الإيجابي على توطيد أواصر التعاون والشراكة والتحالف الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات ونوها سعادة وزير الخارجية بتطور العلاقات الثنائية على أسس ومبادئ الثقة والاحترام المتبادل بموجب القانون الدولي وأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه مؤكدا أن العلاقات البحرينية الأمريكية مع دخول اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشام العامها الثاني ماضية نحو مزيد من التكامل وشراكة الاستراتيجية القوية والمتينة في مختلف المجالات الدفاعية والأمنية والتنموية والتقنية بما يعود بالخير والنماء على كل البلدين والشعبين الصديقين ويعزز دورهما الفاعل في ترسيخ الأمن والسلام والازدهار الإقليمي والعالمي قبل عام كنت في واشنطن لحدث تاريخي عندما وقع وزير الخارجي أنتوني بلينكين وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على اتفاقية الأمن والازدهار الشامل بين البلدين تمثل الاتفاقية ترقية كبيرة للعلاقات الاستراتيجية للولايات المتحدة مع مملكة البحرين إنها تسلط الضوء على تعاوننا الطويل لمكافحة النزاعات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وزيادة المشاركة في تكنولوجيا العلوم والتجارة والاستثمار في صميم الاتفاق هناك الالتزام بتعزيز شراكتنا المتقدمة في مجالات الدفاع والأمن ويشمل ذلك العمل معا على أعلى المستويات لرسم استجابة مشتركة في حالة هجوم خارجي أو تهديد هجوم خارجي على أي من البلدان مما يجعل هذه الاتفاقية الاتفاقية الأمنية الرسمية الأكثر تقدما مع الولايات المتحدة مع أي بلد في المنطقة وقد أصبح هذا ممكن بسبب التاريخ الطويل من الثقة المتبادلة والاحترام بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين ورؤيتنا المشتركة لمنطقة أكثر سلاما وأمنا وازدهارة أثني على حكمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة لتعزيز هذا الاتفاق ودعمه له تعزز هذه الاتفاقية فرص التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين وخاصة في مجالات التوريد والبنية التحتية وفي شهر سبتمبر الجاري من هذا العام نحتفل بالذكرى العشرين لاتفاقية التجارة الحرة للولايات المتحدة والبحرين التي شهدت نموا هائلا في التجارة والاستثمار التنائي لا تزال الشركات الأمريكية مهتمة بالعمل في البحرين بسبب المناخ التجاري وفرص النمو في المملكة من خلال تجربتي في العمل مع حكومة مملكة البحرين لدي ثقة كبيرة في قوة علاقتنا وقدرتنا على استخدام اتفاقنا الجديد على أن يكون له تأثير دو معنى على بلداننا والعالم ترجمة نانسي قنقر